البنية في الألكينات تعتمد على ذرتين كربون المتصلتين بالرابطة الثنائية حيث أن كل منهم تصبح محجنة SP2 ولها الشكل Trigonal وزاوية الرابطة بها 120 درجة SP2 Hybridization يحدث في الخطوات التالية نبدأ بزرة الكربون في Ground State ويكون التوزيع الإلكتروني لها 1S2 2S2 2P2 الخطوة الأولى في التحجين هي Excitation وذلك بانتقال إلكترون من 2S إلى 2P الفارق فتصبح زرة الكربون وهي في حالة الإثارة لها أوربطال 2S به إلكترون واحد وثلاثة أوربطالات 2P كل منهم له إلكترون يحدث التحجين بين أوربطال 2S وإثنين من أوربطالات 2P أي ثلاثة أوربطالات تمتزج ثم تنقسم فتعطي ثلاثة أوربطالات محجنة كل منهم يسمى SP2 وكل منهم به إلكترون تستخدم ذرة الكربون هذه الأوربطالات المحجنة في تكوين ثلاثة روابط Sigma ثم يتبقى لكل زرة كربون محجن SP2 أوربطال واحد هو 2P غير محجن يحتوي على إلكترون تستخدم ذرة الكربون هذا الأوربطال 2P في تكوين الرابطة Pi كما في الشكل أعلاه حيث تتداخل أوربطالات 2P المتوازية بين الذرتين من أعلى وأسفل فتنتج الرابطة Pi Geometric Isomerism in Alkines العيسومارية الهندسية في الألقينات وهي نوعين السيس والترانس ونناغي ذلك من خلال المثال المركب 3حكسين هذا المركب تتوفر فيه شروط Geometric Isomerism حيث أن كل من الذرتين الكربون المتصلتين بالرابطة السنائية تتصل بمجموعتين مختلفتين هذا الشرط الأول الشرط الثاني توجد مجموعة مشتركة بين المجموعتين مثلا في هذه الحالة مجموعة الإيثائل في هذه الزرة ومجموعة الإيثائل في الزرة الثانية وبالتالي تتوفر شروط Geometric Isomerism لذلك يكتب هذا المركب في إيسومارين الإيسومار الأول Trans 3حكسين وفيه نلاحظ أن المجموعتين المشتركتين بين الذرتين وهم مجموعتين الإيثائل في اتجاهين متعاكسين لذلك يسمى Trans أما الأيسومار الآخر فنلاحظ فيه أن مجموعتين الإيثائل في نفس الاتجاه لذلك يسمى سس 3حكسين